ترجمة نانسي قنقر طبعا أخذ البرلمان العربي اليوم جلسته الثانية في دون أغاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث بالقاعة الكبرى بجمعة الدول العربية بالقاهرة وتناولت الجلسة البرلمان أبرز الغضايا والتحديات العربية وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع على الساحل الفلسطينية وكذلك مستجدات الأوضاع في الصومان والسودان واليمن والليبيا وسوريا وعدد من الدول العربية الأخرى وتناولت الجلسة مجرات الأحداث فيها وأهمية تحزيز العمل العربي المسترك في مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية كافة كما تم مناغشة تغارير لجان الأربع الرئيسية في البرلمان واتخذت بشأنها عدد من توصيات إضافة إلى اعتماد الوثيقة العربية لتمكين مرأة في العالم العربي في الواقع جلسة البرلمان اليوم حملت العديد من التحديات العربية وسب العمل البرلماني وتمكين الدبنواسية البرلمانية العربية في مواجهة هذه الأزمات التي تمر بها الأمة العربية في الوقت الذي يؤكد فيه البرلمان العربي على استعداده التام للتواصل مع كافة الأطراف ودعم جميع البادرات الرامية لتسويات أي خلاف ودعم أمن واستقرار الدول العربية بما يحقق الرخاء للشعوب بالوطن العربي من القاهرة سعادة السيد عادل الرحمن عسومي رئيس البرلمان العربي شكرا جزيلا لك